وحشية في بوتشا وفي التفاصيل تقول الصحيفة قالت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون امس الاثنين ان القوات المسلحة الروسية عليها مسئولية ارتكاب الاعمال الوحشية في بلدة بوتشا الواقعة شمال غربي العاصمة الاوكرانية كييف وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي اعتقد انه من الواضح تماما ليس فقط بالنسبة لنا ولكن للعالم ايضا ان القوات الروسية مسئولة عن الاعمال الوحشية التي ارتكبت في بوتشا وانتشرت امس الاحد صور لجثث مدنيين عزل على الطرقات في بلدة بوتشا الصغيرة بعد انسحاب القوات الروسية منها وتتهم اوكرانيا والكثير من الدول القوات الروسية بارتكاب المجزرة في بوتشا في حين تنفي موسكو اي علاقة لها بهذا الامر ووسط تلك الصور بانها مفبركة ودعى رئيس الامريكي جو بايدن الى محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بتهمة التكاب جرائم حرب بعد المشاهد التي تردد انها لجرائم الحرب الروسية في بوتشا والتي صدمت العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر